أشهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال الرئيس الفخري للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالجهود الإنسانية لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وما تقدمه مملكة البحرين من جهود إنسانية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير الحسن بن طلال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة الدكتور مصطفى السيد وذلك بمناسبة توقيع اتفاقيات المشاريع التنموية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي تشمل علاج عدد من أهالي غزة المصابين بالسرطان في مستشفيات الأردن وبناء مستشفى ميداني ومجمع سكني مكون من خمسمائة وحدة سكنية على غرار مجمع البحرين السكني في مخيم الزعتري ومدرسة على غرار مجمع البحرين العلمي في مخيم الزعتري من جهته أعرب سمو الأمير الحسن بن طلال عن إعجابه الشديد بالدور المميز لمملكة البحرين في دعم الأشقاء في غزة مؤكدا بأن مشاريع البحرين في غزة سيخلدها التاريخ بحروف من ذهب في سجل البحرين الإنساني المشرف كما أعرب سموه عن تقديره للعلاقة الأخوية المميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية من جانبه اطلع الدكتور مصطفى السيد أطلع الدكتور مصطفى السيد سمو الأمير الحسن بن طلال على المشاريع المشتركة بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى أنشطات وبرامج المؤسسة داخل وخارج البحرين